السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وحشتوني جدا جدا النهاردة عندنا فيديو حلو قوي قوي هيعجبكم ان شاء الله بالنسبة للناس المبتدئين بالنسبة للناس اللي ما بيحبوش يعملوا حاجتهم برا بيحبوا يعملوا حاجتهم بنفسهم فنبدأ كده ونسمي باسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي كل وقت وحين اه انا هنا كده انا تبحت الفراخ دول ديوك بلدي صغير يا بنات دول كده عمرهم طرس شهور ديوك بلدي صغير تمام كده يعني الوحدة من كيلو لكيلو ربح تمام كده تبحتهم ونظفتهم كده زي ما انتم شفتوا في الاول اه طبعا انا ايه يعني كنت مع نفسي كده عمل انا اه يعني اطعت الفيديو علشان خاطر ما نطولش عليك وزحقكو اه طبعا طبعا انا نقعتهم بايه نقعتهم بطحينة ولمون وخل زي ما انتم شفتوا في الاول كده بمسك اه واحدة واحدة واجيب الطحينة كده واروح مسكاها من بره من جوه اه غسلها كويس بالطحينة وانقعتها بقى بالطحينة ولمون وخلوة زود عليهم مياه واسبهم يتنقعوا شوية مش هتلاقي اي ريحة ميهائيا اه سواء كان اي حادة انتي اه خايفة منها لايكون لها ريحة طيب انا هحشيها رز فحطيت هنا بصلة اه روابي او كارستال او جنة او زبدة اللي انت تحبيها او زبدة اللي انت تحبيها حطيت البصلوية سبتها تتبلبس ورحت حتى غسلة للرز وحطيتها عليه وحطيت توابل بتاعتي بقى ايه اللي انا اه بجهزها وبعملها في البيت برضو توابل بتاعتي الشربة اه سواء كانت لحمة او فراخ او بط اي حاجة انا بجهزها في البيت طيب هنا الفراخ اه انا بعد ما ما تنقع قويس اه مدة لا تقل عن ساعتين رحت غسلاهم تاني من اللمون والخل والطحينة غسلتهم كويس تحت الحنفية تاني ورجعت نقعتهم بمية بس عشان خطر الخل واللمون ينزلوا منهم عشان ما يدوش طعم في الايه في الشربة طيب الرز هنا سويه نص سوا سوي الرز نص سوا عشان دي ديوك صغيرة الرز هيطلع منك ناي لو ما سوتيش الرز نص سوا الرز هيطلع منك ناي اه وما تمليش الفرخة عالاخر او اديك عالاخر ما تمليش ما تمليش رز عالاخر عشان خطر اه مش هيستوي برضو فانت خليه نصه بس كده حط معلقتين كده ولا تلاتة رز صغيرين وايه واسبيه فاضي كده شوية عشان خاطر هو هيزيد تاني اه هيزيد تاني جواهم يعني طيب وهناك بقى جزر وطماطم وفلفل رومي وبصل دي الحاجة بتاعت الشرب طيب هعمل ايه تاني؟ هعمل عيش هم عندنا بيحبوه بالطرقة دي لان هورها لكم ده برضو رز ابيض حطيت عشان رز الابيض بتاعيك يطلع قيس حط المقدر المناسب من السمنة ما تحطش الزيت عمليه بسمنة هيطلع احلى منك احلى بالسمنة لو حطيت زيت مش هيبقى حلو قوي زي مليه بالسمنة او الزبدة ده بالنسبة للروز الابيض لو رز ايه تاني لو هو حبة وحبة او بالشعرية عادي حط الزيت عادي براحة لكنه رز الابيض بيحب السمنة عشان يطلع منك مفلفل وجميل شوحي كويس بس طبعا مش هتدي لون هتشوحي بس 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 هتشوحي بس كويس هتحط برضو عليه سن التواب عشان يدي معاك طعم حلو وعشان يدي معاك رم حلو فهنشوح كويس كده في السمنة هتحط برضو شوية تواب ده كده عيش حمصته زي ما انتوا شفتونه كتبه حمصه عندكم قدامكم في الناحية التانية وروح تحط عليه الشربة كنت مغلية روح تحط عليه الكمية المناسبة من الشربة بغطيه وبزوط شوية كده بعد ما اغطي كمان بعقلة كده من الشربة عشان يبدأ المقدار معاك مزبوط وحلو ما يبقاش ناشف برضو مبقاش يعان عشان يبقى تعمو حلو ما بقاش ناشف ولا يبقى غير مقين في الشربة ولا يبقى ناشف كمان هعامل ملوخية خضرة والملوخية الخائل بتاعتي تبقى خاضرة وحلوة عشان انا بخسلها كزا مرة بخسلها كتير جدا لغوة الملماء بتاعتها بتبقى بيضة بيضة خالص ماشي دي حاجة الحاجة التانية ما بخلاش تغلي لغلوة واحدة بس وبفضل فتح عليها ما بغطهاش لو غططيها تسود معيك تمام كده بصوا لونها جميل ازاي لونها تحفة جدا لان انا غسلها كويس لغوة الملماء تبقى بيضة قوي وما بغطيش الحلوة بتاعتي نشغل لغلوة واحدة حط بقى عليها التومة حطيت هنا سمنة برضو او دهنة الحاجة اللي انت بتحبيها يا سلام بقى لو عملتها بالدهنة ضوني يا سلام سلم على رحتة هتقلب الدنيا خالص لو في عندك دهنة ضوني او حتة اللي هي ضومي بتخلي الملوخية بتود الملوخية في حتة تانية خالص وهنا الناحية التانية بحمر الفراخ برضو في حتة السمنة مش بحمرها في زيت احسن ان انت تتحمر الحاجة بتاعتك سواء كانت فراخ او حمام في سمنة بتدي لون دهبي تحفة جدا 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 حطيت بقى هنا كمية المناسبة من الزيت او السمنة او الدهنة او الزبدال الادام بقى اللي انت تحبيه واحط نص التومة على الملوخية لان انا ده روز توم ونص التومة التانية على العيش اللي انا حطيت عليه شربة هم هنا حبوه وانا اصلا انتش بحبه الصراحة بس لما دقته لقيت طعمه رهيب اوي 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 ما شاء الله تبارك الله وقت عامل فيديو عليه شورتس كانت تحفة جدا كان طعمه فعلا رهيب كنت عامل عليه من حلوته ونزلت وقلت لأ لازم افيد الناس زي ما انا حسيت انه هو كويس فلازم اقول لهم يجربوه انش اقول له ممكن طبعا تحط عليه رز من الابيض دوت تحط على العيش وتروح اط عليه رز وتحط عليه طماطم متسبكة من فوق بيتوم بس ده اللي هو الايه العيد اللي الناس كلها بتعمله تمام كده لقيت هنا كان في شوية شربة لقيتها كانت محتاجة شربة تاني فحطت شربة مغلية فحطت عليها تاني عشان تبقى مظبوطة وحلوة الواحد يعرف هيكل محدش عايب عليكي حطيت بقى هنا كده من التوم ما بحمرش التوم قوي ده وبك تاخد لون بسيط كده زي ما انتم شايفين وباروح ااا وباروح منازل عليها كده ما تنسيش تقولي باسم الله وانت بتحط التوم عشان الاكل الملوخية بتاعتك تطلع حلوة بصوا بقى القوام بتاعها مظبوط ازاي لازما بعينك بتعرف المقدار مرة تعلمتي مرة تعلمتي التانية تعلمتي التالتة بعد كده هتتعلمي المقدار المظبوط بتاع الاكل بتاعك وعلى فكرة بعد كده بالريحة هتعرفوا ان الاكل ده مرحو مظبوط او لا مع الاستمرار وده كان الاكل بتاعي النهاردة ده طبعا الرز الباقي من الحشو وده العش بتاعي اللي حطيت عليهم طحفة جدا والله العظيم جميل جدا جربوه والملوخية والفراخ اللي حمرتها يارب الفيديو النهاردة يكون عجبكم وينور رضاكم متنسوش اللايك والشير متنسوش الاشتراك في القناة لو عجبكم الاكل بتاعي لو عجبكم يومياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته